هذا الحبيب الذي تسأل عنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر كثيرا 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 ليس فقط يحلم بل كذلك يبني معك مستقبلا هذا الحبيب نواياه اكثر من حسنة واكثر من طيبة هذا الحبيب يريدك في حياتك لكن ارى الكثير 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 منه شوفوا الله هذا الحبيب هناك الكثير من العوائق مشاكل عقبات يعني هي هي يعني وضعية صعبة صعبة جدا هذا الحبيب يتمناك هذا الحبيب يريد الزواج يريد الزواج والان حالا لكن للأسف الشديد هناك عقبات ليس للأسف الشديد هي مرحلة ستتجاوزها ان شاء الله وخه وأنت كذلك مشاعر متبادلة وشغف شغف بركاني وخه مشاعر متبادلة كما قلت لكن هناك عوائق واختلافات هذا حبيبي توأم الروح توأم الشعلة توأم الروح والشعلة أنت تسمو كل يوم في هذا الحبيب حزين بزاف 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 لا أدري ماذا حصل لكنه حزين إذا كنت أنت تعاني وهذا شيء عادي لأن هذه الأشياء تكون عادية عندما تكون علاقة توأم الروح وتوأم الشعلة هي أشياء عادية وفقط يعني عندما يكون توأم الروح وتوأم الشعلة أنت تعرف ذلك لأن لديك إحساس وشعور عجيب غريب تعرف أن هذا الحبيب ليس عادي أنه شخص مهم مهم جدا في حياتك وروحك تحتاج لهذا الحبيب لماذا؟ لأنكم روح واحدة لذلك أنا أحيانا تكون هناك علاقة سمة وتعتقدون أنه توأم الروح وتوأم الشعلة لكن لا حبيب توأم الروح والشعلة طيب معك هي نفس المشاعر لا يؤذيك لا يسيء إليك أرجوكم يعني لابد أن تكون الأشياء واضحة توأم الروح والشعلة يحبك لكن المعاناة هي بسبب العوائق والاختلافات وهذه الأشياء والعقبات ليس لأن الحبيب يفعل أو يفعل أو يفعل إذا فعل الحبيب هو يبتعد بسبب العوائق لكن الحبيب ليس سيء معك توأم الروح وتوأم الشعلة يحبك ويحزن من أجلك يعني هو يحس بمعانتك كما تحس أنت بمعانته أتمنى أن تكون الأشياء واضحة لأن أحيانا ربما أنتم قد تظنون أنكم في علاقة مع توأم الشعلة وليس توأم الشعلة بل يعني علاقة بوكسيك يعني سامة وهو يسئ إليك أو يفعل لا توأم الشعلة وتوأم الروح يحبك يعاني من أجلك يعني لا يسبب لك الأذى أتمنى أن تكون هذه وأنا أرى الكثير الكثير من العواطف النقية والعواطف يعني توأم الروح وتوأم الشعلة طاقة بيغ حب سماوي حب طاهر بزاف وهناك شغف ناري ويحترقه ويحترقه وأنت تحترق لأنك تحتاج لجسده لروحه لكلامه لكل شيء وخياء وحب قوي جدا لكن هناك كذلك عقبات لذلك أشكر الله من وجد توأم الروح وتوأم الشعلة وخيطه الأحمر وهذه عزيزي توأم عفوا عزيزي برج القوس هذه قراءة لتوأم الشعلة وتوأم الروح لأني أرى هنا جاذبية قوية بزاف ملك النار وملكة النار يحتاج إليها وتحتاج إليه هذا الحبيب كيف يراك؟ يراك صادقة يراك كريمة يراك أصيلة يراك بسيطة متواضعة في نفس الوقت يعني ونبيلة ومهمة جدا لكن مهمة جدا أنت إنسان مهمة جدا في حياتي وفيك صفات ما شاء الله رائعة وأنت إنسان كريم وطيب لأنك تهتم بالآخرين كذلك تحب الآخرين كذلك هذه الصفات الكريمة والجميلة تجعلك تزيدك جاذبية في حياتك وفي عيون هذا الحبيب وبطريقة طبيعية أنت جذابة وجميلة لكن بطريقة طبيعية هذا الحبيب يحسو يشعر بطاقتك ولذلك هو يعاني لأنه يحتاج إليك كثيرا بالنسبة للطاقت خليوني أرى يعني المهمة هنا شغفون كبير جدا 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 هنا إمباسيون تري تري كروند تري فورت الطاقة التي أرىها والمهمة هي نارية قوس مثلك هذا الحبيب أو أسد أو حمل وكذلك نارية عفون وكذلك هوائية ميزندل وجوزة وكذلك مائية أقرب سرطان وحود وهذا الحب حب نقي وجميل بزاف أرى أن حدسك قوي جدا هنا الكثير من الكرطات يعني العواطف والروحانية حدسك قوي جدا وطاقتك سحرية وروحانية وهذا الحبيب يشعر بهذه الطاقة وهذه الطاقة ازدادت وازدادت منذ أن التقيت بتوأم الشعلة ويشعر عفوا برغبة بركانية لتكون شريكة حياة شريكة حياته زوجته صديقته كل شيء حبيبته كل شيء كل شيء ويريد معك كل شيء ويريد الحصول والوصول إليك لكن هذا الصعب يفكر هذا يفكر 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 يتحرك لكن هناك أشياء تجعله يتراجع ويتحرك لأنه يحبك أنتم الآن في مرحلة أن الحبيب يتحرك لماذا؟ لأن هذه المعاناة تفوق ما يمكن أن يتحمله الإنسان يريد الوصول إليك ويفكر كيف وكيف لأن هناك الكثير من الطاقة لكن هذا الحبيب سيتحرك كثيرا لأني أرى الكثير من طاقة الحركة والتفكير كذلك والمعاناة هناك كل شيء كل شيء لكن بقوة لذلك أنا متأكدة وكذلك يعني ما تقوله القرد هو توأم الروح حبيبك حبيب الروح توأم الشعلة والروح هو يفكر في الاتحاد الأبدي ربما حتى أن هناك طرف آخر عندما تكون توأم الشعلة يعني تكون العوائق مختلفة ومن كل الأنواع حتى هناك طرف آخر وعليه أن يختار أنا أراك عزيزي وبفضل تأثير كوكب برج الميزان هذا الشهر في القمر أنا أراك تبحث عن توازنك أراك هادئا هذا ما تقوله هذا الكار أراك هادئا تبحث عن سلامك لكي تتمكن من يعني وصول نقطة الاتحاد مع ذو أم شعلاتك واخا قراءة قوية بزاف لكن أراك الكثير كثير من المعاناة يا ربي الحبيب الكثير من المعاناة هذه القراءة تذكرني بزاف سدخو لكن المعاناة ستنتهي ستنتهي أنت لن تترك الحبيب عقلك لن يترك الحبيب ولا قلبك ولا رحمك ولا كيانك ولا جسدك والحبيب كذلك أنتما متشبثان لاصقين روحكم ماء لاصقة لا يمكنكم حتى للعوائق والعقابة لا يمكن فصلها وفرقها حتى بالماء هذا الساخن لماذا؟ لأنه توأمر هو حب سماوي قراءة قوية جدا لكن أراك الكثير من المعاناة الله يا ربي الكثير من المعاناة لكن حبيب لا تركز في المعاناة تركز في أنك وصلت يعني والتقيت بتوأم الشعلة وتوأم الروح وأشكر الخالق فسيحدث الاتحاد في الآخر لأن هذه هي رغبة الحبيب ورغبتك أنت أمنية الحبيب وأمنيتك أنت كثير وحب كبير بثار هذا الحبيب حتى ربما سيترك حياته يعني سيحدث هناك تغيير سبحان الله وهذه واضحة يعني من أجل هذا الحب الكبير ومن أجل يعني من أجل يعني الشغف الكبير سيحدث الاتحاد هذه كرت الاتحاد كرت الزواج كرت الشغف كرت البداية وماذا سيحدث تغيير جذري تغيير كبير 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 ربما هذا الحبيب لدي طرف آخر أو أنت لديك طرف آخر وستحدث عليكما الاختيار وخا هناك أخبار ستصلك أخبار سارة وستتحقق العدالة ستتحقق العدالة السماوية لأنه من الصعب العيش هكذا لا يمكنك لا أنت ولا الحبيب العيش هكذا والاتحاد الأبدي سيحدث قريبا بفضل العدالة السماوية لأنه يعرف أن معك فقط يمكنه أن أن يصل لهذا التوازن والاستقرار لأن هناك حب وشغف وشغف يعني النار النار التي لا تنطفئ أبدا نار تؤام الشعلة لذلك الشعلة يعني نارية وخوى الروح يعني تجمع كل شيء يعني حب يعني قوة الروح قوة الحب قوة الرغبة قوة كل شيء بالقوة وخا تفهمونني كانت قراءة قوية قوية بزاف رغم المعاندة لكن هناك سيسيطر الحب سيسيطر الشغف وهذه الجاذبية وهذا التواصل الرابط الرحاني القوي رغم العوائق العقابة العقابة رغم العقابات رغم العوائق وخا أنت يعني ستتجوزون كل الحواجز أنت أحيانا تتساءل هل أنتظره لأنه بطيء نعم بطيء تكون في المرحلة الأولى لكن الآن أرى الكثير من الحركة هذا يتحرك لأنه يعاني وصفي أنتم في مرحلة أخرى سامية وخا أنت تسمو وهناك أنت تبحث عن توازن وهو يبحث عن توازن في حياته وكيف سيحدث هذا التوازن بالاتحاد هذا حب كبير جدا الحركة كانت قليلة وبطئة في البداية لكن الآن أرى الكثير من الحركة وأقولوا لي أنتم في التعليقات هذا الحبيب سيتحرك سيتكلم سيتحرك كثيرا أرى تغيير جذري كبير 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 جدا لأن هناك معاناة وقلنا كفاية يكفي انتهى أنت تعبته وهو الحبيب تعب واخا وشيء آخر عزيزتي أسأل الطارد قراءة الطارد لماذا أقول هذا؟ أريد أن أقول الشيء مهم لأن هنا أرى تغيير مهم إما أنت ستتخذ قرار أن تغير أنت حياتك وخا أو هو إذا كان يعني وضعيتك أنت يعني أنت تخذ قرار ربما أنت لديك طرف آخر ولديك لا أدري كل أحدك يعرف لأن توأم الروح والشعلة تكون صعبة صعبة جدا ربما يعني تجمع العوائق واختلافات وعقابات وكل شيء تجمع يعني تكون علاقة صعبة بزات وعلينا أن نتجاوز هذه العقابات لكن إذا كان أنت مثلا إذا كنت يعني لديك طرف آخر وعليك أن تترك هذه الحياة لتبدأ حياة جديدة مع توأم الروح ما أريد أن أقوله هو أن نطرد علامات ورسائل سماوية ترشدك لكن لن أقول لكم ماذا يجب أن تفعلوا أنتم أنتم أحرار في تسيير حياتكم أنا فقط أقول لكم ما أراه وقد ينطبق على البعض منكم وقد لا ينطبق على البعض الآخر لا تأخذوا يعني هذه القراءة كما هي كما قلت فقط علامات رسائل ترشدك لكن أنا لن أقول لك افعل هذا غير حياتكم لا أنتم أحرار أنتم من تسيرون حياتكم وتتخذون القرار المناسب لكم فهذه قراءة عامة فقط أرى أنه سيحدث اتحاد أبدي لأنه توأم النور نعم توأم النور هذا حب نوراني حب سماوي أنه توأم الشعلة وتوأم الشعلة دائما يحدث تغييرات يعني يقلب حياته كرأس على عاقب وتغييرات ومعاناة أبادية حتى يجتمع بتوأم الروح حتى يحدث الاتحاد وأرى أن هناك أشخاص يعترضون وينتقدون ويتدخلون في هذه العلاقة أرى الكثير من العوائق انتقائي شكرا جميل شكرا سيتم من الضح ما